موسيقى الطفولة دي جمال الحياة وجود الأطفال ده جمال الحياة أنا عشت طفولة حلوة سعيدة في أسرة متوسطة يعني مش حاجة متميزة لكن عشت طفولتي يعني طفولة كويسة خالص بي صعب علي الطفل المحروم محروم من أي حاجة حتى المحروم من لعبة المحروم من حنان أمة أو حنان أب المحروم من وجود كنيسة المحروم من وجود كتاب مقدس عنده المحروم من مدرسة تقدره وتكتشفه المحروم من كباية المية أنا خدمت أماكن ما فيهاش مية فكان الولاد كنت ألاقي جلدهم مشقق من قلة المية المية ما جاتش على جلده مثلا ست شهود فالجلد تلاقي مشقق محروم مثلا من وجود ترابيزة أو مكتب يذاكر عليه مرة عملت مشروع في خدمتي السابقة من خلال المجموعات من الخدام والخدمات نحن يلا بينا نعمل مكتب صغير بدرجين درج من نحادي ودرج من نحادي عشان أنا أقعد كده وأخوي أقعد كده نذاكر وعملنا منه كميات الشباب نفسهم هما اللي صنعوها وعملنا كميات وبقينا نوزحها على بيوت الأولاد اللي في المدارس عشان نشجحهم فالطفولة الحياة الأحلام عندي واسعة إلى أقصى درجة وأشتاء في يومي بقى عندنا أسقفية للطفولة وشخص موهوب في هذا المجال وهذا الاهتمام واعتقد أن اهتمامنا بالطفولة ينعكس على المستقبل جدا أنا يزعجني جدا بكاء طفل طفل عيط حكا دي تحركني كده من جواي فبشعر أن الأطفال سواء شؤاي أو هديين سواء أولاد أو بنات حس كده أنهم الورد بتاعي الحياة شكرا